يتقال ما انا بقول لكم هي واحدة واحدة شخصيات اللجنة فوق راس كل اهلاوي اكيد احترام ما بعد احترام يتقال ليه النادي الاهلي سرب تفاصيل الجلسة مع احمد فتح لجل ان يحدث هجوم على النادي الاهلي وليه النادي الاهلي بيهاجم احمد فتح واحمد فتح عمل وفجأة تلاقوا في قصة خيالية قصة خيالية لو الناس سكتت شوية كده انتو بتقولوا ايه الزعي ده ليه مش هو النادي سرب ما انا عايز اقول لك على حاجة هو ايه فكرة حشو حسان طرواضة هي الناس مش متابعة يعني لو اي حد طلع يكلم الناس فاهم ان الناس كلها ما سمعتش وكيل الكابتن احمد شاوي كابتن نادر شاوي كابتن احمد فتح كابتن نادر شاوي تقريبا ما فيه موقع او برنامج او جورنان الرجل متكلمش فيه بدل المرة اتنين وثلاثة طوال فترة المفاوضات بالتفاصيل الكاملة عن العرض وما تم عرضه وما تم رفضه وما تم قبوله وازاي حتى حصل الانفصال ده لدرجة لدرجة لما حاب يعني يناوش معايا اه قال للمواسعاد القائم عندوش تفاصيل المفاوضات وتقول انا ما عنديش تفاصيل مفاوضات لان فيه لجنة لما كون انا ما عنديش التفاصيل ده معنى كده ان اللجنة بيحكم اكبر قدر من السرية انا بيحكمني اكبر قدر من عدم اه 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 التطفل على عملهم مش عايز اعرف اذا يبقى من الجهل والغرض والمرض ان انت تسمع نادر شوقي في كل البرامج وكل القنوات وعلى كل المواقع بيتكلم بتفاصيل كاملة من الجهل والغرض والمرض النادي الاهل هو اللي صرب علشان يسيل احمد فاتحي طب النادي الاهل ايه موقفه من احمد فاتحي تحديدا عشان تبقى حاسمة شوية انه طلع بيان نتمنى التوفيق لكابتن احمد فاتح اما انا مش شايف فين الهجوم بس يعني هل هل لالي مساءل نستنكر ما قم بيه ما حصلش هل فيه اي تصريح مسيء لا نتمنى لك الخير في اختيارك بس كنا نتمنى ان تبقى معنا واي جملة نتمنى التوفيق لكابتن احمد فاتح قدمنا لك ما نستطيع وعندما نستطيع دي بنخش على الجوحة وحمره المتاع طيب ان في وقت ما اتهجمنا احنا انا انا تحديدا معاك اي دي طريقة حوار مع مع العيب مع زايدة وتافاض مع زايدة نحط سقف وخلصونا ونقرب المسافات مش فيه حد هجمني استاذ تامر بدأ وظن وقال لك ودي لغة لسه حد بفكر كده في عشرين عشرين هو هو اللي رجع بعد كده وانا حاولت اتصل بيه عشان في موجة نظره لان انا ما هنا لا بهاجمه ولا بدافع عنه ولا بنتاخده بس عايز افهم هو بعد كده رجع قال لك انت ازاي تده المبالغ دي للعيبة دي في سنها ده هو هو طيب اذا ما تقوليش تسريب لان المفترض الناس كلها سمعت وسمعت تفاصيل المفاوضات كانت منين لكن الاهلي من المؤكد سوى هزي اللجنة او من سبقها او كسياسة عمل دايما ما حدش بيعرف حاجة عن طبيعة المفاوضات عن تفاصيل التعاقدات انا بقاعد معاك وانت بتروح تبرم صفقة او تتعاقد مع حد انا نفسي ما بحطش نفسي في موقع ان انا اسألك مين خد كام ومين عملية لا بتحاول تلف علي وانا ما بدكش الخبر يسقر نوت وخلاص انما تفاصيل لا فبالتالي اعتقد الناس سمعت من الكابتن نادر شاوي كل التفاصيل يعني مش للاجنة ولا الاهلي الا اذا كان فيه الرغب في حدف طبطين عن جهل وغرض ومرض على اللاجنة اللي لها كل الاحترام والتقدير والتحية كابتن احمد فاتحي اتقدم له عرض فيه من التقدير ما يكفي وفقا للرغبة الفنية للمدير الفني انه يبقى الراجل والقدرة المالية للنادي ايه المشكلة وانت عندك خطة معينة لما بالعكس الكابتن نادر شاوي قال الاهلي وافع على طلبات احمد فاتحي وقدر مرونة جمد وقدم او اقترب من احمد فاتحي 3 اربع خطوات واحمد فاتحي تراجعهم برضو انا شخصيا لما اعلن الكابتن احمد فامي احمد فاتحي كتبت وماله حقه خلاص ما اخلصنا انتديت الحق للنادي انه يقول شكرا للنادي بس ادي الحق للنادي انه يقول شكرا للنادي بمنتهى الوضوح والاحترام وهو ده اللي لازم يفضل هو ده اللي لازم يفضل خرج الكابتن احمد فاتحي له كل التحية دير وقال انا اخترت وجهة نظر تانية وان انا عايز تحدي جديد ولا 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 اتزلبت خلاص ولا اتعملت ولا اقال حاجة انه هي كان نفسي يلعب كان نفسي ده حاجة بقى تخصه يعني ورجع المش بتاعتي كمان يعني بعد كده هلاك انا ما اقولش كلام ده الحال طيب زي النادي الاهلي يدي الكابتن احمد فاتحي او يعرض على الكابتن احمد فاتحي رقم زي كده في لعب كبير في السن وبعدين لما يتقال طيب ما هو بيرامدز يدفع اكتر يقولك لا بيرامدز نادي خاص هنا مصيبة المصائب بقى لانه انا اقدر افهم ده من حد مالوش في الشغلانة مايفهمش يعني احتراف لا يتحدث عن اللعب المالي النظيفة باشواندس والله يصدقني الجملة دي كل اصلاح الكور مصرية لازم تبدأ من عندها ايوة وانا قلت لك هذا الكلام الاتحاد الدولي ليه اصر على الشفافية المالية والملائة المالية وانك انت ما يبقاش عليك التزامات اكتر من مدخيلك عشان اللعب والعبس اللي بيحصل وعشان الارقام ما يبقاش كل واحد واخده في سكة اللي يقولك غسيل اموال واللي واخد يقولك هسنو مش بيدفعه واللي يقولك ما ارفع عضية لا هو عايز حاجة واضحة وسليمة عندي عشر قروش التزامات يتسع قروش خد الرخصة لكن والعشر قروش لازم تبقى اهل جايبهم من ايه طيب الاهل اللي بيعمل كده الوحيد اللي عنده الرخصة بهذه المعايير عنده ميزانية مستقلة كرة القدم عنده موازنة واضحة جدا الفلوس بتاعتها ما موالها ازاي مفيش لعيب طلع اشتكى النادي الاهلي عشان اه ماخدش حق حق التعقود يعني اهل اللي بيطمعه فحاجة انسانية زيادة ده بينظر اليه بشكل مستقل وكل حالة بحالته لكن العقود بتم الوفاء بيه الانتزامات تم الوفاء بيه بدليل النادي الوحيد مش النادي الوحيد النادي الاهلي تحديدا اه اللي ما فيه الشك وضده اه في هذا الامر اه ففين بقى ان احنا اه اه الفلوس اكتر منطقتك وازاي تدي المبالغ دي لا ده انت ده انت في الحالة دي اه لما جد تدي اللعيب زي كابتل وريد سليمان برضو برضو اه ما عجبش ما انت ترجع لموضوع واحد خير يعني مش عجبني تصرفي ان انا وقفت عند هذا الحد مع ناس قالت مع كابتل احمد زاود طيب لما ديت انا اللعيب ووافق اهلك ازاي تيد الرجل ده دي تقييمات في الناية احنا عندنا الاتنين على نفس القدر من الامي من قالك ان انت بتتركيبهم ليه الاهلي قدم لأ احمد فتحي العرض الانسب بالنسبة للنادي فبقى الاهلي بيدفع فلوس كتير اللعيبة كبيرة في السن كده طيب خلينا مع جوحة والحمار الاهل استغنى عن الكابتن حسام عشور وجه له الشكر على ما قدم وقدم له عرض تكريمي تقديري تثميني لكل تاريخه وعطاءه واخلاصه وانتماءه وانهاء مشواره في النادي حسام عشور موليد 86 يعني بنتكلم في 34 سنة احمد فتحي يكبره بسنة او بسنتين كمان الناس اللي لامت الاهلي على اللي استغنى عن حسام عشور هي نفس الناس اللي طلعت قالت ليه يدي فلوس لأحمد فتح الكبير في السن لا كابتن وليد خلي وليد دلوقت يعني انت بتستغنى عن واحد وبتقدم عرض كويس لواحد في الاولين اتلامت جدا وفي التانية اتلامت جدا ليه؟ لانه جوحة عايز كده او الناس اللي شايفها حمار جوحة ده منطقها مع انه في الحالتين اللي بينطلق من رؤيته وخطته لا فرق مع الاسين ولا صاد والناس دي ياما هتقول بس اللي شغال شغال دخلنا على وليد سليمان النادي الاهلي لرغبة فنية اساسية عند المدير الفني بيتمسك بوليد سليمان وليد عنده قدرة على العطاء لسنتين اللاجنة بتقدم له عرض لمدة سنتين وليد بيوافق بكل الحب والانتماء والاخلاص والتحية المستحقة ليه هو ده بقى النموذج اللي صعب على الناس شوية يا جماعة الانتماء والتفاني والاخلاص وتأخير العامل المادي شوية ما حدش بيكره الفلوس بس في النهاية فيه ترتيب لكل واحد عنده هدف فيه حد بيبيع أعز الناس عنده لأجل الفلوس ويقولها ما تحسبوش عليها كل حد عنده حسابات نفسية وتصرفاته لكن في المقابل لا تحجر على القيمة الإنسانية المحترمة عند المحترمين إنك تلاقي وليد سليمان يطلع يقولك اتعرض عليك كتير إن أنا أخد فلوس وأمشي من نادي الأهلي لا أنا أفضل في النادي الأهلي ما سومش ما سومش ما بتزش ما بتزش زي ما أنت بتدي الحق لأي حد أولي القوي في الحفاظ على القيمة من باب أولى أن أنت تقدر حد عنده هذا الإخلاص وهذا الانتماء ما حدش هيلومك أنت كل حد له حساباته بس إزاي إحنا نوصل إنسانيا وأخلاقيا إن إحنا نرفض النموذج المحترم نرفض القيمة الأخلاقية نرفض فكرة الإخلاص والتأدير بلاحية مش متاخدة كده أستاذ إبراهيم هي متاخدة إنه كنت تلوم على النادي الأهلي الأطراف ما هيش بالنسبة اللي بيلوم ما بيلومش غير عشان النادي الأهلي إنه غلط عملت كده غلط عملت كده غلط عملت كده غلط قررت عدم التجديد غلط قدمت عرض بما تستطيعه وما استمرتش في المنافسة فيه غلط قدمت نفس العرض وأقل منه وإلى لعب قبله غلط فهي الفكرة أنت عارف غلطة جوحة هنا وهو دي النقطة اللي النادي الأهلي ما بيعملهاش الحقيقة ومش هيعمله إنه قد دماغه للناس حاب بيعمل لو الأهلي بقى عايز يعمل كده كان كل ما يعمل حاجة هيوقع في التاني وحيتلام برضو تايم فأنت تكتشف أن أنت أعمل أنت أدرى بظروفك وأدرى بسياستك وأدرى بموقفك المالي وأدرى بعلاقاتك فيه على عائمتك احترمهم هيحترموك خلص بالطريقة اللي تعجبك وحتى لا هتتلام أو هتتهاجم أو هتتعمل لا تعبأ خلاص أنت النادي الأهلي أنت اللي بتعلم بالنموذج لما بتعمل حاجة صح الناس كلها بتقولك اعملوا زنادي الأهلي حتى في اللحظة اللي المنافس بتاعك عايز يصلح حاجة يسترشد بيك أي حد بيهاجمك يجي ساعة الجد اكسب بقى بطولة أفريقيا ولا بتاع هيقولك عشان الأهلي وقدمها كل شيء والاستقرار والنموذج فأنت اعمل اللي انت شايفه صح أستاذ إبراهيم وارضي ضمير الطالما أنك قادر على الوفاء بالالتزامات حشو حاجة عندك أنت اللي بتجيب الفلوس وانت اللي بتحطها في مصرفها ما تجيش تقولي أنا رب الأسرة ما تجيش تقولي أصرف إزاي على بيتي أنت ما بتدينيش حاجة لو أنا استدنت عشان أصرف على بيتي تقولي أنت تقولي يا رجل يا مجنود كنصيحة صديق بقى حد يستلف عشان يغير عربيته ابنه هو يا رجل حد يعمل في نفسه كده حد يستلف عشان يجيب فساتين بنته مش عارف منين حد يستلف علشان يتفسح في أوروبا تقدر تقولي الكلام ده من باب إنك أنت خايف علي وان ما قلت قليش من حقك تماصم الشفايفك وتستغرب وتضرب كاف على كاف لكن لما كون أنا راجل أصلا بشتغل عشان عرف أصرف بالطريقة دي على بيتي أنا عايز أصرف على بيتي كده عايز أخلي لعيبتي أحسن لعيبة عايز أخلي لعيبتي في أعلى مستوى عايز أخلي لعيبتي في أعلى استقرار عايز أجبلهم بأحسن جهاز فني عايز أجبلهم يعني أديهم أعلى تصور أنه يجيب لهم فلوس من خلال البطولات أحط لهم حوافز خلاص طالما أن أنا قادر أمول هذا بشفافية المفروض ما حدش يلومني لكن حتلومني عند الإخفاق والإخفاق هنا مش إن أكسب ماتش أو أخسر ماتش أن أنا بقى في وضع ما يدي ممكن تجي كورونا تعمل لي وضع مادي سيء زي زي العالم ما تحسبنيش على دي لكن لما استلف عشان أصرف عشان أجيب لعيبة وستلف عشان أصرف عشان أعمل عقود هنا يلوم بقى اللي عمل كده طيب وليد سليمان برضو ده جزء من حدودة جوح اللي قال لي قدم له عرض وليد وفع عليها بقى الكلام تدفعوا ليه ده كل ده اللعب ما هواش دولي ما هو في النهاية جوحة لازما يتلهم أنا بقول لكم لحظة واحدة بقى عشان مش دولي دي أصلا خلي بالك معار دولي ده ببلع تبارات كابتن عبدالله الصعيد كلنا مجمعين على أنه أهم لاعب في التلسيني فاته كله كله أسالي علام درجة بيولام الأهل إزاي اللعيب ده ما بيبقاش موجود في النادي ما كانوش فتحوله يوم الجمعة طيب وقت وجود الجيل بتاع بركاته أبو تريكا لحد ما توقف الدوري كابتن عبدالله صعيد كان لاعب في المنتخب مصر الأول مش أساسي حتى لما كان بيتاخد زي وزي وليد بالظبط إذن الظرف كده أحيانا تبقى لعب مهم جدا لكن عشان تتحلك الفرصة هتبقى على لعب تاني ممكن يبقى مهم جدا جدا ده أنا ممكن أسمعك دلوقتي مدرب منتخب مصر في كاس العالم وسامي نبيه وهو بيعترف دي النقطة التانية إنه اللعب اللي ظلمناه وكان حقه يكون موجود وليد سليمان وممكن أنت ما تاخدش حقك نتيجة حسابات مش صحيحة مش فيه ده ده هو كابتن أسامة كتريسة جاي لها فانت لعب هاي هو سؤال حد يختلف على كابتن وليد إنه واحد من أعلى مواهب جيله صحيح حد يختلف على إنه الصفقة الزهبية التي كان يسعى لها الجميع وأولهم النادي الآلي إنه يبقى في صفوفه وحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة ودخل مستشفى وخرج من المستشفى وتدخلت وزراء دي الفكرة اللي أنا بتكلم عليه ده نموذج التضحية والإخلاص والرغبة مش بس التضحية أنا بتكلم في القيمة بقى سيبك خلاص كابتن وليد أكد على إنه هو الرجل اللي بيعشق نديه مش عايزة منه بيبلي التصرفات وبيحتلم جمهوره أنا بتكلم على قيمته ده حد يقول اللاعب ده اللي بيتدخل رجل وزير كبير إنه ما يجيش النجل اللي قال ويحتفظ به لناديه في أمبي إن ده لعيم شوية لا طبعا حد يختلف إن وليد سليمان هو اللاعب الذي يحدث الفارق أينما حل في أي وقت في المباراة لا طبعا والدليل دلائل كثيرة جدا جدا بس قالت إنه اللاعب كان ماتش دولي مش في مش بتأثير منه خالص ولا ولا تقليل منه رؤية مدرب وظروف مرحلة يعني أنا ممكن أجي أخذك في مرحلة عند لعيب أو وأنا كان لي قالي بقى بالبعيار بتاعك ده يا طيب كابتن حسام عشور ما ده اللي أنا بقوله أنا مقيم هو واحد من أهم اللاعيبة يا لحد ما جاه لحظة فنية بقى الرؤية الفنية بتقول عندنا البدائل اللي ممكن يبقى فرصته مش كبيرة في وجوده مش تقليلا منه ولكن طبيعة الظرف لحظة دي يا من الأكتر لعيبة اللي انظلمت في المنتخب وما رحيتش تاهم ولهذا بيأخذ عرض استثنائي في تقديره ما تقدمش لحد غيره أي إزاي تبطل وكأنك ما بطلتش ماتش اعتزال تأهيل أول تكريم كتير أه أول تكريم فهي معيارها الحقيقة معيارها عطاء اللاعب معيارها احترامه النادي ونادي بيحترم حسام عشور الوحيد اللي مخرجش بره بابا النادي الأهدي أي تدى وبطل فيه الوحيد من المجموعة المطروحة طيب يعني شفنا تلوم على الأهل ديت وليد سليمان ليه ده مش دولة وليد الحياة الراجل كان مهزب جدا 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 لدرجة أنه كل اللي بيتعرض له من غلوشة ملهاش أي لازمة ولا أي تمن عبر قال لك القافلة تسير فقط علشان يركز في شغله وفي عمله كلام متوقع والناس بات عرفهم سدها بس أهم كلمة قالها أبي يقول لك أنا مش بساوم ليه لأنني أنا عارف أن هذه الأهل هيحطي لي التقدير اللي استحقه ويرضيني وفعلا مضيت على بياد ولقيت المبلغ اللي استحقه واللي رضاني وأنا قابلته مبارح بالصدفة كنت رايح مشوار كده في النادي فهو ده هو ده وليد اللي انت شايفه ده هو ده وليد اللي تقابله في أي وقت ما فيش افتعال يعني فطبعا ربنا يكرمه ومش أي حاجة يقدر عليها الأهل يخسره في أي لعيب زيه زي حسام عشور زي كابتنا زي كل الكابات الكبار ما النادي لقالك أنا عازي كابتنا شريف كرام مصلحته مصلحة منطقية أنا كل شيء مش دلوقتي أنا عايز ألعب مش حقدر ألعب بانتظام في النادي الأهلي لأنه بصراحة اللي موجود يستحقه أن يكون راهم واحد كان راجل فير جدا مع نفسه ومع النادي خلاص انته هو ده هي دي العلاقة السوية لكن أنا ما حاسبش النادي الأهلي ما ديتوش ليه اللي هو عايزه اديته ليه اللي هو عايزه طب أنت أصلا عايده يبطل ليه طب أنت أصلا مش عارف إيه دي سياسة ما حادش يقدر جابك عليها غير لما تكون في دولاب العمل حتى أخدها ما حادش عاولك ليه بتعمل كده هي كده وما ينفعش ننكر على واحد انتماؤه أو تفنيه أو ترتيب المسألة عنده هو بيستمتع جدا جدا أن يفضل موجود في النادي الأهلي هو حساباته أنه كده أسعد له أنا راضي عن حياتي دي أنا راضي قال لك كل واحد ورزقه إحنا ليه فهمين أن الناس كلها لازم أن تبقى زيينا إحنا ليه عايزين الناس تجرف فكرة الكيمة والإخلاص والانتماء ليه ليه مش من صالح أي حد خالص فيه نماذج بتختار وبتفكر تفكير احترافي وتفكيرها مادي غالب عليها شوية حقها حقها الإنساني على فكرة ما نلومهاش بس في نفس الوقت من السفه ومن الجهل الشديد جدا ومن الغرض أن أنا عايز أجرف القيمة ألوم لعب على انتماؤه